عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز حاجز 46 مليون مصاب عالمياً وتخطط الوفيات مليوناً ومئتي ألف حالة في ظل استمرار الموجة الثانية من تفشي الفيروس والتي سجلت أرقاماً قياسية لم تسجل حتى في الفترة الأولى لانتشاره دول أوروبية عدلت عن قرار إعادة الفتح إلى إغلاق أكثر صرامة وقررت فرنسا إغلاقاً ثانياً يستمر حتى الأول من ديسمبر على الأقل مع إبقاء المدارس وأماكن العمل مفتوحة بينما تواجه إسبانيا سرعة انتشار الفيروس من خلال إغلاق المناطق إذ عمدت إلى حجر خمس مدن أبرزها مدريد وسط مواجهات بين الشرطة ومواطنين اعتبروا أن الإجراءات المتخذة شديدة الصرامة رافضين الالتزام بها وسجلت أعداد الحالات داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقماً قياسياً في أربع عشرة دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع مع بدء موجة التفشي الثانية وفق إحصاء لفرانس براس يستند إلى أرقام رسمية وكشف مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلاغ أن حالات الإصابة في المستشفيات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الربيع وأن أوروبا بؤرة وباء مرة أخرى مع ارتفاع الوفيات بنسبة 32% في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر